استعرض رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي جهود اللجنة الطبية العليا والاستغافات بمجلس الوزراء على مداري شهر أبريل وأشار التقرير إلى الاستجابة لعدد 985 حالة تم رصدها عن طريق تطبيق واتساب ووسائل الإعلام ومواقع تواصل الاجتماعي المتنوعة أفد تقرير بصدور 200 واثنين من قرارات العلاج على نفقة الدولة فضلا عن تنفيذ الإجراءات الطبية لـ 121 حالة للعلاج لسايبر نعيف والجاما نعيف إلى جانب إصدار 23 قرار خاص بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفية